بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين عما بعد يا أحباب مع الدرس الحادي عشر من أحكام الصيام مدت الدراسات الإسلامية للصف الثاني المتوسط قسم الفقه ثبوت دخول شهر رمضان يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين شيئين اثنين الأول هو رؤية هلال شهر رمضان عقب غروب الشمس من يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان لو شفنا الهلال خلاص سابت الشهر لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يعني نصوم لرؤية الهلال ونفطر في شوال لرؤية هلال شوال خلاص يبقى رمضان خلص نصوم بنيت رمضان في نهاية اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان لو رأينا الهلال يبقى ثابت رمضان لو ما رأينا وش بقى إكمال شهر شعبان ثلاثين يوماً إذا لم نرى الهلال وذلك إذا لم يرى الهلال رمضان أو حال دون رؤيتي غيم أو غبار أو نحو ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث السابق فإن غبي عليكم فأكمله عدة شعبان ثلاثين يعني ثلاثين يوماً يبقى عرفنا الشرطين الأول رؤية الهلال والتاني لو ما شفناش الهلال يوم تسع وعشرين شعبان خلاص يبقى إيه نكمل الثلاثين يوماً عن أبي يريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان لا تقدموا لا تقدموا يعني المنسبة عشر رمضان يعني لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصوم لا يجوز أو لا يجوز صيام تطوع قبل رمضان بيوم أو يومين وهو يسموه يوم الشك يوم الشك نحن ممكن يكون هيبقى بكر رمضان يعني يجوز صيام الأيام التي يصومها عادتاً مثل يوم الإثنين والخميس دا بس إلا رجل كان يصوم صوماً فليصوم ما يلفعش نصوم قبل رمضان آخر يوم قبله بيوم أو يومين ما يلفعش دا بيسموه يوم الشك النيا في الصيام الصيام كغيري من العبادات لا يصحي إلا بنية لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء الملوى ويختلف وقت وجوب النية في الصيام الواقب عن غيره عن التطوع يعني الصيام الواقب غير صيام التطوع الصيام الواقب كصيام رمضان أو قضاء صيام رمضان أو النذر تجب نية الصيام ليلا قبل طلوع الفجر يبقى الصيام الواجب لازم ينوي قبل الفجر ويجوز أن ينوي في ساعات الليل أي ساعات الليل مهمة قبل الفجر والدليل على ذلك حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له يعني ما ينويش الصيام قبل الفجر اللي هو صيام الفرض أو النذر أو قضاء رمضان يبقى ما له الصيام ما يكتب له الصيام لكن صيام التطوع يصح ينوي الشخص من النهار بشرط أن لا يكون قد تناول مفترا بعد طلوع الفجر يعني لا يقوز لا يقوز لا يقوز ليه؟ لا يقوز لأن هذا رمضان السبب لم ينوي قبل الفجر لم ينوي قبل الفجر لا يقوز لا يقوز لا يقوز هذا الشرط لا يقوز لا يقوز لا يقوز لأن يجوز. تطوع يجوز. السبب يجوز النية في صيام التطوع نهارا. ليه يجوز النية في صيام التطوع نهارا. طيب شخص صلى الفقر ولم يأكل شأنس وملوى الصيام في قضاء لا يجوز. ليه لم ينوي قبل الفجر. وهنا عرفنا بقى ان لابد من انها قبل الفجر. لم ينوي قبل الفجر. وهي شرط لصحة صيام القضاء. لازم. لازم ينوي قبل الفجر. نية شرط قبل الفجر. الحكمة من مشوئة الصيام. شرع الله تعالى الصيام لحكمة عظيمة بيّنها في قوله تعالى. يا ايو الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا تقوى الله جل وعلا. الفرد الصيام لأجل ايه. تقوى الله جل وعلا بالاستجابة. تقوى الله جل وعلا بالاستجابة لأمر واكتناب نحي. هذا هو الهدف من الصيام. الفرق بين الصيام الفرد والنافل والنافلة يختلف صوم التطوع عن الصيام الواقب. تعالى نشوف الاتمام. من بدأه وجب عليه يتمامه. مثاله من بدأ صيام القضاء وجب عليه يتمامه. صيام التطوع من بدأه وجازه له قطعه وإتمامه ومستحب. مثاله. صيام يوم الاثنين. لو بدأته ممكن تقطع ويتمامه ومستحب. من أفطر فيه وجب عليه القضاء. هذا الصيام الواجب. من أفطر الصيام النادر وجب عليه قضاء. طيب تطوع من أفطر فيه لم يجب عليه قضاء. من أفطر يوم عرفة من لم يجب عليه قضاء. النية. الصيام الواجب لازم في النية تكون قبل الفجر. تكون قبل ليه؟ قضاء قبل الفجر. سيام التطوع من الممكن أن تكون نهاراً. سيكون نهاراً. سيكون عدم تناول مفطر بعد الفجر. سيكون تناول مفطر بعد الفجر. سيكون نهاراً. سيكون نهاراً. سيكون نهاراً. سيكون نهاراً. قلنا بشرط عدم تناول مفتر بشرط عدم تصح نهاراً صيام يوم قلنا بشرط عدم تناول مفتر بعد الفجر نفس اللعب الواسي هو مثال يلفع يصوم يوم الاثنين أو يوم عرفة نكتب هنا بس الاسئلة ونروح للمساعدين وروح بلق الاسئلة الاسئلة أنا مجايزة لكم اهي لخص ما يتعلق بحكمة نية أول حاجة شخص مسافر في رمضان ولم ينوي صيام اليوم الذي صافر فيه وبعد صلاة الفجر نوى الصيام فأمسك عن المفترات إلى المغرب لا يصح صومه لأنه لم ينوي الصيام قبل الفجر سيكون قبل الفجر أو في جزء من الليل يعني لابد أن يكون قبل الفجر لابد أن يكون قبل الفجر لابد أن يكون النية قبل الفجر أو في أي جزء من الليل بالنسبة للنية صيام التطوع ينوي قبل الفجر ويجوز النية نهارا بشرط عدم تناول مفترات بعد الفجر هذا الملخص بتاع النية السؤال الثاني على أي شيء يمكن الاستدلال بالأدلة التالية؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيد الصيام قبل الفجر فلا صيام له يدل على أن نية صيام الفرد لابد أن تكون قبل الفجر قول النبي صلى الله عليه وسلم صومه لرؤيتي وأفطره لرؤيتي يدل على ثبوت شهر رمضان برؤية الهلال عقب غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شهر شعباء ثبوت شهر رمضان برؤية الهلال عقب غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شهر يجب بصحة أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد فيما يلي يستحب تعيين نية الصيام الواجب قبل طلوع الفجر خطأ ليه؟ يجب لا يجوز تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا إذا كان صياماً يومه عادة كالإثنين أو الخميش صح يجب صيام رمضان إذا تم شعبان ثلاثين يوماً لو الهلال لم يظهر وشعبان بقى ثلاثين يوم يبقى واجب أولاً نرى الهلال لو لم نرى الهلال ولم نرى الهلال يبقى واجب